استغفلوكم انتو اللي مدقين ورسومه سيئة وازاي يحكموا يقولوا كده في سيد النابي يا سيدي انت شفت حاجة اساسا للرسوم دي وان الرسوم دي اساسا وفي مجالة وعلى فكرة الكلمة من 8 سنين وايه يا ابني ايه ولا يفق يعني شيء مش معه وبعدين المجالة دي كلها اللي انتو عاها عصاها شهير عا شعرف وانها اساءت يا سيدي واساءت لليهودية واساءت للمسيحية واساءت اللي هي عايزة تسيئ ولو مش عجبك روح افعليها قضي يش ما تقول يستهلوا اصوم زودوها اصوم شيء افلاء انا اسف انا اسف هذا غباء منك هذا جنون منك هذا ارهاب منك هذا مرض تلوزت به من هؤلاء السلافيين والمتطرفين والغلو المزهل الجماعة اللي طوله ادانوا وعملوا بيانات واننا يمر المؤسسات الدينية هما نفسهم اللي خلوا موضوع الرسوم موضوع كأن الدنيا قامت وهتقعد إلحى الاسلام نهار علشان رسمين رسموا رسوم في سياقها كمان اللي يسئل النبي تحلفك اللي يسئل النبي انك انتم في ديل الحضارة اللي يسئل النبي انتم ما بتزرعوش ما بتاكنوش من اللي بتزرعوه اللي يسئل النبي ان كلكم عاديت تقتلوا في بعض في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وهنا في سياق اللي يسئل النبي انتم مكفرين طوب الارض وكرهين الدنيا فيكم وكرهين الدنيا كلها كل الناس كفره كل الناس كفره بعد انتم انتم مين بقى انتم مين انتم كل جماعة مكفرة تاني وملوسين دماغك ومفكرينك ان اي حد تاني كافر اللي هو وانتمالك وانتمال اهلك بيغيرك بيفكر ازاي ولا دينه ايه ولا بيمارس حياته ازاي ده من ربنا خليك انت في ممارستك عقدتك معاملاتك اباتك انما لا خلوا من كل واحد فيكو حكم على التاني كل واحد بص واصل ده ملتزم واصل ده بتاع ربنا واصل ده مش عال وانتمالك 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 هو ده اللي عملوا فيك السلفي انه عايز يخليك حكم على الاخرين وبعدين تفضل انت حكم على الاخرين من البلكونة ابنك بقى يبقى ارهابي اصلا تطورات تبدأ انت الاول بتحكم على فلان انه كافر وبعدين يبدأ ابنك يتحرش به ويبدأ حفيدك يقتله ما هي كده وده توالد الارهابيين طول الوقت فاللي بيسيقل النبي انتم اللي بتسيقل النبي لما تكلموا عن مقام النبي في سياق مجلة ولا كتاب ثم دولا الغرب خلاص يعمل هو بثقافته يا اخي وتعامل معه بثقافته تفضل روح ارفع ليه قضاء يقولك اعاع يقدروا يقولوا على المحرقة كده في الغرب يا سيدي ولو قالوا ان محرقة اللي هي محرقة هتلر لليهود لليهود وانا رأييني في محرقة طبعا وعمل ده ولابد الدين وانت مالك انت وانت تدفع عن هتلر ليه يا اخبار تدفع عنه ليه اليهود في الوقت ده اللي هو كانوا بيتحرقوا في اوروبا كانوا هنا في مصرعش مواطنين احرار مصانين الكرامة مواطنين كامل الاهلية فانت ليه دفع عن هتلر الا لو انت غبي قص المحرقة يا سيدي حصلت طب ومع ذلك انكروا اللي ينكر المحرقة برا يا سيدي يرفع عليه دعب يرفع عليهم دعاء القضائية مش بيقتلوهم ما هو اذا كان عن كده ما عملوا رسوم ضد سبن المسيح في المجلة وعملوا رسوم ضد اليهودي وضد اليهود وهم قتلوهم طيب الحاجة التانية انت بقى حسيسك بتجرح قوي لما يساء لدينك شكرا على هذه العاطفة الجياشة طبعا انت بتسيق لدينك للهار ومع ذلك ما بتستحملش الغريب خلاص ماشي شكرا وانت بقى وانت بتسيق للأديان الأخرى ساعتك جوامعنا بقى وهي بتسيق للأديان الأخرى كل يوم جمعة تلاقي خطيب طالع يشتن في المسيحيين يهين المسيحية واليهودية المفروض يعملوا ايه هما بقى واحد مسيحي كده عاد في بيته والميكروفون معمول في البلكونة ودب بقى محرفوا الديانة اللي محرفوها مش عارف ايه بقى النصاع ايه رايك كده ما شاعرهم مش انت وات حساس قوي وبدو تزعل على دينك وتستبيح أديان الأخرين عادي جداً ليه؟ لانك فصامي لانك حاس انك انت عيش لوحدك في الدنيا لانك فاكر ان انت الوحدك اللي ربنا بعتك انت وكل الناس دي بالنسبة لك خدم وعبيد وانت اللي فاكر نفسك انت اللي فاكر نفسك الجنس القاري انت اللي عنصري انت اللي فاكر انك أعظم من الجميع يا عم بعملك بشوف روح كده في أخريتك ربنا يعمل معك ايه؟ انت معلك في الدنيا بيه؟ اه؟ وأحفاد القردة والخنازير يتشتم اليهود عادي جداً واليهودين عادي جداً في الجميع وعادي مش شايف ان دي اثاءة مش شايف ان دي اثاءة انما لما حد يقول اي حاجة على الاسلام وعا بلاش اه ما يتبنيش مأزنة في سويسر يطلع قانون انه ما فيش معايز سويسر اه انهم يحاربون الاسلام بينما لو في كنيسة عندك في القرية اكتشفت ان البيت ده بيصلوا فيه تروح تحروا باللي فيه قصة سمحت الاسلام قصة بيحاربوا الاسلام في اوروبا وانت بتعمل ايه هن؟ المتطرف السلف اللي هنا بيعمل ايه؟ وانتوا لما اطلعتوا عملتوا ده في الكناز في الصعي البيت اللي فيه صلى الله ربنا وواحد حرق عشان انتها بيبدو فيسر ويجي الفصام الافاق زعلان قوي بقى من انه الغرب بيعمل بيبدع المادنة هاريس ويد ده شيعة وفي اللي مش عارف بيتها شيعة طيب ولو مسلمين حد مس طرفهم بره بكلمة عا انهم يحاربون قال لا ده انتوا حرقتوا ما ووتوهم ما في بيوتهم انا ما بقولش ان احنا او انتوا اللي عملتوا ده بس انتوا بترضوا عن ده بلاش بترضوا ما بتنزح يجوش قوي اه يستهلوا ايه ومالوا اه اصفهم زودوا بها مش ده انتوا بتقولوها مع بعض مش ده اللي انتوا بتقولوه ولا مش ده اللي بتقولوه